يمكن حدد بشكل رسمي المباراة المؤجلة في دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر في الموسم الحالي يمكن حددت لجنة المسابقات بالتحاد الكورة تحت إشراف عامر حسين عضو التحاد الكورة والمشرف على إدارة المسابقات موعيد المباراة المؤجلة في دور الـ 32 لكأس مصر وجاءت كالتالي زي ما قدامكم هي على الشاشة يمكن الكلام ده يمكن منذ قليل من دقايق قليلة جدا وانا معاكم على الهواء وجاننا البيان الرسمي مباراة الأهل والألمونيوم اللي تم تأجيلها بسبب الأجندة الدولية تم تحديد موعدها المباراة تقام يوم الجمعة 19.07 على استاد القاهرة الساعة 8 مساء بإذن الله يبقى مباراة الأهل المؤجلة مع الألمونيوم تم تحديد موعدها يوم الجمعة 19.07 على استاد القاهرة الساعة 8 مساء طبعا واخدين بنا ان المباراة تتحدد موعدها بعد التسعة مباراة اللي تم ببرمجتها في الفترة الاخيرة بتسعة مباراة حتى اتنشر سبعة بختام المباراة مع بيراميدز المباراة الكازة هتتلاعب بعد المباراة اللي هتتحددت في الدوري الفترة الاخيرة وبالتالي دي مباراة في الكاز هتتحط ما بين المباراة المتبقية في الدوري يعني لما يوصل الاثنشر سبعة هيكون لعب في الدوري حوالي اربعة وعشرين مباراة هيتبقه له حوالي 10 مباراة في الدورة ما بين العشر ومباراة خلاص اتحدد ان فيه مباراة في الكاس يوم 19 سبعة مع الألمونيوم على استاد القاهرة يوم 19 سبعة في نفس الإطار بيرمز هيلاعب نادي النصر يوم الاثنين 15 سبعة على استاد الدفاع الجوي الساعة 8 بالليل أيضا ويوم الخميس 18 سبعة الزمانك هيلاعب بروكسي على استاد القاهرة الساعة 8 مساء طبعاً كلنا عارفين ان لو انتهى الوقت الأصلي التسعين دقيقة بالتعادل هيتلاقي بوقت إضافي مدته نص ساعة على شوطين ولو انتهى الوقت الإضافي بالتعادل تطبق قاعدة رقالات الترجيح من علامة الجزاء لتحديد الفريق الفائز واللي هيصعب للدور التالي طبعا النادي الآلي هو صاحب الملعب والمباراة فيرتدي الزي الأصلي وفريق الألمونيوم لو هيرتدي التيشرت الأحمر يغير ويلبس بقى الزي البديل طبعا بيقولك اعتبارا من مباراة دولي 32 يتم صرف بدلات الحكام ومراقب الحكام من الأندية باستثناء المباراة النهائية على فكرة الكلام ده بيحصل كل سنة مش جديد يعني أنا برضو كنت شوفت ناس متضايقة من القصة دي وازاي الأندية بتدفع فلوس الحكام في دور الكاس أو ماتشاط الكاس الكلام ده بيحصل على طول إلى أن تصل للمباراة النهائية بتبقى كل التفاصيل من خلال اتحاد الكرة ولكن في نهاية برضو اتحاد الكرة بيحمل الأندية عباء مالية يعني بيقولك النادي المذكور أولا هيبقى مسؤول عن الواحي التنظيمية سيارة الإسعاف وصيانة الملاعب والمنظمين وإيجار الملعب وكل حاجة يعني الأهل مثلا هيتحمل إيجار ملعب السادة القاهرة ويتحمل إيجار سيارة الإسعاف والمنظمين والضياف ويتحمل كمان بدلات الحكام ومرقب الحكام طب أنا في مسابقة الكاس أساسا يعني إيه المداخل الملعب اللي تجيلي عشان أدفع المصارف دي كلها عشان الماتش على الأرضي ما هو الاتحاد هو اللي بنظم مسابقة الكاس وإنت عندك شرق رائع لمسابقة الكاس فالطبيعي إن كل دور في المسابقة بتدي فلوس للأندية هي بطولة الكاس مش الفكرة إن أنا أوصل المباراة النهية وسواء المباراة النهية ودي البطل مبلغ ما فيه فرق بتلعب بال32 وال16 والدوري الثمانية والثمانية والثمانية برضو نظرة اتحاد الكرة لبطولة الكاس لازم تبقى أعمق شوية ويكون فيها مكاسب مالية وتجارية للأندية ما أنت بتكبرني على المشاركة وادفع كل المصاريف دي حتى مصاريف الحكام عشان أوصل فاينال طب وفي الآخر هتديني كام بقى جالك عرضي بقى كويس ما جالكش عرضي في الآخر بقى أنا دفعت الفلوس دي كلها لمسابقة المفوض الاتحاد الكرة واللي يصرف عليها مش أنا كنادي اللي أصرف عليها فأنا مش عارف الاتحاد برضو بيتعامل في ملفات غريبة بعقلية التسعينات بصراحة الناس ما تزعلش مني دي تفاصيل اتكتبت في التسعينات ما يفعش تتكتب في عشرين أربعة وعشرين يا جماعة يعني الاتحاد مسؤول على المسابقة الكاس اللي عندها تتحمل كل ده ليه الكلام ده آقا بيحصل مش أول مرة بقى له أكتر من سنة بس الناس لازم تغير بقى لازم تواكب العاصر اللي احنا فيه فيه أندية بتلع معك في الكاس والمسابقة دي انت بيتم تسويقها بأرقام مالية كويس ادي للأندية فلوس يعني كل دور ليه فلوس دور الـ 32 مثلاً 300 ألف جنيه وصلت الدور الـ 16 500 ألف وصلت الدور الثمانية وصلتها مليون وصلت سيمي فاينال 2 مليون بطل الكاسي بقى رقم أكبر من كده خلي المسابقة ليها قيمة ولها طعم والناس تحس إن ليها أهمية يعني يكفي إن المسابقة أساساً ما بقاش ليها علاقة بالبطولة القرية دلوقتي أي بطل اللي كاس مصر ما بيلعبش في أفريقيا لأن البطولة دي فيها دي ليه سنة يعني أعظم من أهمية البطولة الوحيدة اللي عندك ده أنت ما عندكش غيرها يعني كاس الرابطة مع الرابطة الدوري مع الرابطة ما عندكش غير دي ما علينا